قبل البداية ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك آخر الأخبار إليكم مشاهدين أهم عنواني أخبار اليوم إشباليا يظف خبرانصار لوليد رقراج بشأن المهاجمانصاري استبعاد جديد لبونو في الهلال خبر عجل نجم باير ميونيخ يصدم المنتخب الإسباني ويختار تمثيل المغرب والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش الدير جيميل الفيديو وتتارك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون أول واحد كتوصل بجديد أخبار إشباليا يظف خبرانصارا لوليد رقراج بشأن المهاجمانصاري شهدت قائمة فريق إشباليا الإسباني عودة الدولة المغربية يوصفانصارية ودريقة تحضير لمواجهة نادب بأيس فايندهوفن الهولندي لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات لدور عبدالأوروبا لكرة القدم وأكد الفريق الأندلوسي عودة المهاجم المغربي إلى التباري بعد غياب قصير عن الميادين ونشر الفريق المتكور في بلاغ عبر صفحته بمواقع التواصل الإجتماعي قائمة الفريق المسافر إلى هولندا لمواجهة نادب بأيس فايندهوفن ويواجه فريق إشباليا مصدفه نادعيندهوفن يوم الثلاثة برسم الجولة الثانية من دور المجموعات لدور عبدالأوروبا وكان المهاجمانصاري قد غاب عن المباراة الماضية التي جمعت فريقه بنظره برشلون ضمن الدورة الإسبانية بسبب الإصابة بالتواء في الكاحل ويعد لعيب انصاري من بين الركائز الأساسية التي يعتمد عليها الناخب الوطني وليد راقراكي في مباريات الأصود استبعاد جديد لبونو في الهلال السعودي استبعد خصص مدرب الهلال السعودي لكرة القدم من جديد الحارس الدولي المغربي ياسم بونو من قائمة الفريق التي ستواجه يوم غدنة ثلاثة نساجي مازارد الإيراني في طريل جولة الثانية من دور إبطال أسيا وللمرة الثانية يقوم المدرب البرتغالي جورجي خصص باستبعاد حارس الأسود عن خوض مباريات الكأس الأغلى في القارة الأسيوية بعدما كان قد غاب عن مباراة الجولة الأولى والتي تعطر فيها الهلال السعودي ويتوفر الهلال على ثمانية أجانب وحسب قوانين البطولة الأسيوية فإنه يحق لكل فريق اشراك خمسة أجانب فقط في ورقة المباراة وإلى جنب بونو فاستبعد خصص كل من صافيتش والنفز خبر عجل نجم باير ميونيخ يصدم منتخب إسبانيا ويختار تمثيل المنتخب المغربي تستمر الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في إقناع المواهب من مزدوجة الجنسية في حمل قميس المنتخب المغربي بدل منتخبات بلدان المهشر حيث انضم في الأوينة الأخيرة عشرات لاعب لمختلف الفئات السنية من المنتخبات المغربية ويبدو أن مهيبة باير ميونيخ آدم أزنو قد انضم إلى قائمة هؤلاء اللاعبين الذين اختاروا المغرب بدل إسبانيا إذ بحسب تقرر إعلامي موثوق فإن الصاحب السبعة عشر سنة سينضم لمعسكر المنتخب المغربي القادم آدم أزنو الظاهر الأيصر لردي في باير ميونيخ نشر صورة له مع نصير مزراوي عبر خاصية اختار في حسابه على مواقع توصيل الاشتماع انستغرام وبعدها بساعات قليلة جاء تأكيد اختياره اللاعب للمغرب بدل إسبانيا وبحسب مصادر فإن آدم سيلتحق بالمنتخب المغربي لأقل من سبعة عشر سنة خلال معسكر شهر أكتوبر تحضيرا لنهاية كأس العالم في أندينوسيا أواخر هذه السنة وللإشارة فقد سبق اللاعب آدم أزنو بقميس منتخب إسبانيا وذلك برفقة النجم الآخر لمن جمل وذلك عندما كان اللاعبين زميلين في فريق برشلون أيضا غير أن انتقال آدم أزنو لباير ميونيخ ربما قلل عليه الضغوط التي كان يتعرض لها في إسبانيا من أجل تمثيل منتخب الأروخ ما شجعه أكثر على تمثيل المنتخب المغربي وهو الأمر الذي لم يحصل معه من جمل حيث أن التواجد اللاعب في برشلونة جعله تحت أنظار الإعلام الإسبانية ما صلط عليه ضغوطات كبيرة من أجل تمثيل منتخب إسبانيا عوض المغرب يونس عبد الحميد مدافع ريمس الفرنسي رد سريعا على اهتمام وليد درق راقي سجل يونس عبد الحميد المدافع المغربي هدفا في مباراة يوم الأحد حيث فز ريمس على ليون بنتجة هدفين لسفر ضمن منافسات الجولة السابعة من الدول الفرنسي لكرة القدم وسجل ريمس الهدف الأول في الدقيقة الخامسة والأربعين عبر موتسي وأضاف يونس عبد الحميد الهدف الثاني في الدقيقة الواحدة والسبعين وهذا هو الهدف الثاني لعبد الحميد خلال هذا الموسم وبفضل هذا الانتصار احتل ريمس المركز الثاني مؤقتا في جدول الترتيب برصد 13 نقطة متأخرا بنقطة واحدة على المتصدر موناكو الذي يمتلك 14 نقطة ورد يونس عبد الحميد مدفع ريمس الفرنسي سريعا على اهتمام وليد الجراغية الذي ضمه لمعسكر منتخب المغرب الشهر المنصر بعد طول غياب حيث أن يونس من المرتقبان يكون ضمن المدعوين لحضور معسكر أكتوبر الجاري ويعد يونس عبد الحميد صاحب 36 سنة ظاهرة حقية للعبين المغرب بالدورة الفرنسية إذ يلعبوا رفقة نفس الفريق منذ 2017 وأكد موقع كورة تواصل ضم مدرب المنتخب المغرب ياري جراغي للعب عبد الحميد رغم تقدمه في السن مكافأة له على إصراره وصبرها حيث أن عبد الحميد سينالوف ورصة اللاعب في إحدى مباراته المغرب المقبلتين أمام الكو ديفور وليبيريو سيس يتصل بأبو خلال وهذا ما ضر بينهما تواصل عميد الأسود غانم سيس لعب نادي الشباب السعودي مع زمله في المنتخب نجم نادي تولوز الفرنسي وأسود الأطلس زكري أبو خلال والذي أجرع عملية جراحية في العاصمة البريطانية لندن قد تغيبه إلى نهاية الموسم الرياضي الحالي وعبر سيس خلال هذا الاتصال عن دعمه ومستندته لزكري أبو خلال لتجاوز المحنة التي يمر بها دعيا إياه إلى التفكير في العودة إلى الميادين والنجاح مرة أخرى وقال السيس وفق ما نقل موقع العربي الجديد أعرف شجاعتك وأنت رجل قوي ومؤمن بالله متأكد أنك ستعود بشكل قوي وأفضل وأكد السيس أن الحياة تنطوي على تحديات مضيفا بالقول سنظل بانتظارك داخل المنتخب المغربي لأنك واحد من المجموعة وكان نادي تولوز الفرنسي قد أعلن أن اللاعب الدولي المغربي زكري أبو خلال الذي خرج مصابنا خلال مباراة فريقه أمام سانجلواز في اليوم الأول من الدور الأوروبية سيغيب عن الملاعب لعدة أشهر على الأقل واضطر أسد الأطلس إلى موادرة الملعب بسبب الإصابة في الدقيقة الأربعين خلال مباراة فريقه برسم الدور الأوروبي والتي انتهت بالتعادل بهدف لمثلها وكان نادي تولوز الفرنسي قد أعلن أن اللاعب الدولي المغربي زكري أبو خلال الذي خرج مصابنا خلال مباراة فريقه أمام سانجلواز في اليوم الأول من الدور الأوروبية سيغيب عن الملاعب لعدة أشهر على الأقل واضطر أسد الأطلس إلى موادرة الملعب بسبب الإصابة في الدقيقة الأربعين خلال مباراة فريقه برسم الدور الأوروبي والتي انتهت بالتعادل بهدف لمثلها قبل البداية ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك آخر الأخبار إليكم مشاهدين أهم عنواني أخبار اليوم إشبيليا يزف خبر صار لوليد رقرق بشأن المهاجم صاري استبعاد جديد لبونو في الهلال خبر عاجل نجم باير ميونيخ يصدم المنتخب الإسباني ويختار تمثيل المغرب والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش الدرجة من الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون أول واحد كتوصل بجديد الأخبار